الانتقادات بشأن ما حدث في مؤتمر اليوم أنه بالرغم من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل عقد المؤتمر ومقر وزارة الصحة وتوزيع الكمامات على جميع الحاضرين من الصحفين والإعلاميين إلا أنه فوجئ بالزحام الشديد وللأسف هكذا يقول وزير الإعلام وللأسف لم يكن أمامنا سوى المفاضلة بين أمرين إما تأجيل المؤتمر للمرة التانية لأنه كان المؤتمر ده المفروض مبارح مبارح كالمفروض الساعة سبعة ونص وتأجل النهاردة أو إلغاء المؤتمر تماما مما يعني عدم صدور أي بيان اليوم ولكن تم عقد المؤتمر ده بيان وزير الإعلام في عجلة والانتهاء منه سريعا فلم يستغرق المؤتمر سوى القليل من الوقت للصدور البيان وذلك منعا لانتشار الفيروس موضحا أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمرات القادمة في أماكن مفتوحة وجيدة التهوية ستكون على الأغلب مقر وزارة الدولة للإعلام في جاردن سيتي إذن هو ده الأفضل ليه بقول الأفضل؟ لأنه لو حصل النهاردة ما ينفعش يحصل يعني كان ممكن بالمناسبة يتم تأجيل المؤتمر ساعة لوضع ضوابط معينة لأنه زي ما بقول لحضر لكم ما كانش ينفع يحصل هذا المؤتمر بالطريقة اللي قدامنا وخاصة المؤتمر اللي بتعقده وزيرة الصحة وزير الإعلام فالرسالة كمان كانت لازم تخرج من هذا المكان بالطريقة الإيجابية تاني بقول بالطريقة الإيجابية وأنه المؤتمر يتعمل خلاص والناس اشتغلت وتكلمت وكده فبكرة يتعمل المؤتمر في مكان أفضل في مكان أوسع لأنه كمان يهمنا الإعلام كله بحضر يعني القنوات كلها تبقى حضرة ومهم كمان القنوات لأنه الرسالة العالمية النهاردة تبقى رايحة للدنيا كلها من كافة القنوات مصرية عربية أجنبية اللي بتغطي لأنه هذا الوباء موجود في العالم كله فكل الإعلام الدول بيتابع يعني احنا بيتابع اللي موجود في العالم والعالم بيتابع اللي موجود في مصر فوجوده في مقر وزارة الإعلام أو في مكان أوسع هو ده المهم ولكن يتم التنظيم زي ما وردتكم من شوية الصفوف يكون متبعدة متر ما بين الصف الأول والتاني واللي بعده واللي بعده واللي بعده أيا كان العدد بالمناسبة ما احنا بيشوف مؤتمرات كبيرة برة بيحصل فيها كده ومسافات متبعدة ما بين الأشخاص اللي قاعدين زملاء الصحفين والإعلامين اللي بيحضروا يبقوا فيه مسافات ما بينهم وما قاعدين في الصفوف مسافات وكل واحد الكمامة بتاعته بيبقاش حد من غير كمامة احنا لازم نقدم الصورة دي للدنيا كلها المنظر ده ما كانش ينفع يبقى موجود بالمناسبة يعني تاني بقول ما كانش ينفع ولكن خلاص المؤتمر وزير الإعلام قال الحقيقة وانا بحييه بشكره هي دي الشفافية انه ما قالش لا اوه الوضع كذا اضطريني نعمل ده تحت الظروف اللي اتعاملت واللي اتعامل فيها هذا المؤتمر تعالوا نتابع جانب من تصرحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لان الدكتورة هالة كمان بتتكلم على ايه على الشجرة برح كان الدكتور جون جابور ممثل من نظام الصحة العالمية بيقولين عليها قال موجودة في زارة الصحة فوجئت النهاردة بالوزيرة بتعرضها شجرة الانتقال العدوى اللي هي شخص بينتقل لي كام واحد بتشوفه حاجة مرعبة حاجة مرعبة الامر منتع عشان كده خدت الاجراءات النهاردة والاجراءات دي تبقى مستمرة ووجودك في البيت بيمنع الشجرة دي انها بس ميزة الشجرة دي ما لهاش ايه ميزات طبعا الا حاجة واحدة ان انت كدولة ومؤسسات ومن خلال الاجراءات بتعملها بتصل الحالة الحالة الوحدة كام واحد مخالطين بهذه الحالة بتوصل لهم بتوصل لهم الصين كان بتعمل ده من خلال التكنولوجيا البيك داتا اللي عندها ووصلت للاشخاص كلهم في كل مكان مين كان في الحتة دي الكاميرات مصورة جاي بعملة تكنولوجيا الصينية وصلت لده طيب ازا انا ما عنديش ده ما عنديش ده عندي الجهات والمؤسسات اللي تقدر تحدد الشخص ده كان مين قابل مين انتقل فين قابل كزا راح فين عمل ايه هي الشبكة او الشجرة اللي هتورها لك وزيرة الصحة النهاردة وده الاول مرة بيتم الاعلان عن هذا الكلام انه كمان لازم ناسة بعارفة هو احنا واختيل الاجراءات دي كلها مش اجراءات انا دي توصية منظمة الصحة العالمية الاجراءات الماخدها مصر توصية من منظمة الصحة العالمية يعني مصر مش بتعمل اجراءات من دماغها لا دي توصيات منظمة الصحة العالمية والعالم كله بيعمل بس مين سبق ومين اتأخر هو ده الفارق ما بين دول سبقت زينا ودول اتأخرت كتير قوي